في البعض بيلجأ لنظام الكيتو دايت النظام الغذائي ده هو نظام منخفض الكاربوهايدرات بيركز على تناول السعرات الحرارية من البروتين ومن الدهون علشان نتخلص من الوزن بسرعة ولكن في نفس الوقت بتتخلص أو ما تقدرش تاكل فيه أي نوع من أنواع السكريات نهائيا علشان تقدر تزبط هذا الأمر الفترة الأخيرة خرج بعض الدراسات الطبية بتقول أن هذا النظام يمكن أن يؤثر سلبا على أعضاء الجسم لأن التركيز على البروتين والاستغناء عن الكاربوهايدرات يمكن أن يكون له عدد كبير من المخاطر خلينا نرف تفاصيل أكتر معنا دكتور هاني جوبران استشاري التغذية العلاجية سبع الخير على حدايك يا دكتور طبعا نور يا فنم وأهلا بك وأهلا بالسدر وشاهدين كلهم أهلا بك يا فنم يعني دايما ديف عزيز معنا في سبع الخير يا مصر خليف البداية يعني أسألك على الكيتو دايت شايف الكيتو دايت خطر ولا نظام غذائي صحي؟ كويس الكيتو دايت والأجلات الجديدة حتى النظام المتقطع بتبقى حضرتك بتبقى موضة زي ما بيقولوا كده وإن اللي حصل بالضبط؟ الكيتو دايت دايت اللي اسمه أدكن دايت والراجل اللي اخترق اسمه الدكتور أدكن والدكتور أدكن مات على فكرة من الدهون الكتير اللي بكاسمه من كدر ما هو مشى على النظام بتاعه اللي بيحصل إيه بقى؟ إنه هو فيه دهون كتير فالدهون الكتير دي ممكن تزود لي الكوليستيرول في الدم لو عندي مشكلة في القلب ممكن يموت بحالات القلب فأنا لازم قبل ما مشي على أي نظام لازم أتبع أسأل الطبيب المعالج وأعرض بالضبط إيه المشاكل الصحية اللي عندي لأن الكيتو دايت يعني إيه الكيتو الأول والد اسمه كيتون بوديس إيه الكيتون بوديس داوت؟ اللي هو بيحصل نتيجة إيه؟ نتيجة إن إن الواحد بيكسر الدول بيطلع الكيتون بوديس يدون بوديس داوت لو ما شربناش مية كتير ممكن تهاصر على الكيلة طيب مين بقى اللي هيقدر يحدد كده؟ وهل أمشي على أي نظام خداي وخلال؟ لا لازم أعرف أمشي مع الطبيب المعالج لأن الدكتور الدكتور مش أي حد وخلال هو اللي هيقدر يقول لي هل النظام مناسب ولا مش مناسب؟ صحيح الكيتو دايت خطر؟ أيوة خطر لأن في دهون كتير آه بنقل النشويات وده كويس ماشي لكن لما قطر الدهون قوي داوت ممكن يسبب لي مشاكل صحية طيب بغض النظر عن الكوليسترول يا دكتور هل هناك أخطار على المرارة لنثابت في بعض الدراسات إن أيضا الكيتو مش يعني بيضر فقط بالدهون على الكبد أو مستوى الكوليسترول في الدم لكنه أيضا أخطار على المرارة تعليق حضرتك مزبوط لأن اللي بيحصل إيه إيه هي المرارة دية المرارة اللي هي بتطلع الدهون بتطلع العصارة الصفراوية لما يبقى فيه أكل دهني فكمية الدهون الكتير هتطلع هتخلي كمية العصارة تطلع بكميات كبيرة ممكن يحصل حصوات والحصوات دي ممكن الحصوات المرارية ممكن تطلع كمان وتسد القناة المرارية تتبب لي مشاكل وهو دوت الخطر كمان مع الاستعمال الطويل اللي من غير ما يكون عارفين المشاكل التحيي بتاعتين فأنا محتاج الأول أعمل طوية تحاليل طبية أتأكد ده ما عنديش أي مشاكل ممكن تسبب لي أي مشكلة لو استمشيت على النظام وأي نظام نمشي عليه لازم أمشي عليه بفترة مقليلة وتابع الحالة بعد كده بالتحاليل اللازمة لكن أمشي على النظام كامل على طول تطر ومن خير إشراف طبي حيبقى خطر أكد طيب دكتور هي عشان نوضح للسادة المشاهدين يعني هل الكيتو دايت حتى لو شخص سليم هل على المدى الطويل بيكون لي أثار سلبية وهل لو شخص يعني حتى لو شخص سليم واستشار الدكتور فهو على مدار الوقت الطويل أو حد بيقوم بي أكتر من مرة ليه أثار سلبية أستاذ الجمانة الكلام ده زي ما حضرتك بتقولي كده مصبوط جدا لأن لو حتى واحد سليم قالص ما فوش أي حاجة ومشي على نظام الكيتو دايت على طول وقعد مدة طويلة عليه ما بياخدش نشويات أولا بإيه اللي بيحصل باي دكتور النشويات النشويات برضو مهمة لأن مش ما ينفعش عبدا ما أخدهاش خالص اللي أنا لازم أخد نشويات بصي أي نظام غذائي لازم يكون بلنس يعني بلنس متوازن متوازن من كل حاجة واللي أقدر أخد منه كل حاجة وعيد طبيعي أنا ما ينفعش أبدا مش حاكو النشويات خالص العمر كله معنا الرز المكروضة برضو حلوين مش حفظ المشي على لحمة وفراخ وزمك مدة طويلة ولا هيتخرب بيتي يبقى أنا بخسيت لكن بقى شعات لكن مش حينفع الكلام ده لكن اللي أنا عايزة أقوله أننا أخد أكل متوازن أخد كمية قليلة السكريات ممكن نستغنى عن السكريات بس ناخد سكر ضايت مثلا هل نستغنى عن نشويات ممكن بس يبقى بكميات قليلة ولما نعمل تحليل طبية خطوة الغطة الدراقية مهمة قوي نعمل تحليل فتامين ديال نتأكد أنا ما عنديش مقاومة الانسولين لأن مقام عملت نظام خزائي وأنا عندي مشكلة مرضية برضو حرجع تاني وكاني ما عملش أي حاجة صحيح صحيح شكري لك دكتور هاني دكتور هاني جبران استشارة تغزير علاجية قدم لنا رشدة مهمة جدا جدا عن كل ما يتعلق بنظام الكيتو دايك ترجمة نانسي قنقر